موسيقى مشاهدين وطبعينا في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم نوريني ومشرفيني دايما في قناة قناة الأهلي والأهلي الليلة أهلي الليلة دايما بيغطي كل أخبار النادي الأهلي في أي مكان عارف أن شغلنا الأساسي دلوقتي أو اللي بيشغلنا كلنا مباراة الأهلي وحرية كونكري ألغين مباراة مهمة جدا جدا لنا كلنا كأهلوية مباراة بناستنها بيستنها كل الأهلوية مجلس إدارة جماهير لعيبة كل الناس اللي بيستظلوا بشعار نادي الأهلي الكبير بيستنوا هذه المباراة اللي هتوصلنا إن شاء الله للحلم الأفريقي اللي بيوصلنا الكأس العالم الأندية اللي كلنا بنستنى وكلنا متحفزين إن احنا نروح كاسر عالم الأدية إن شاء الله زي ما الأهلي دايما معودنا ورافع رأسنا في كل مكان إن شاء الله نتكلم برضو عن هذه المباراة وأجواء ما قبل المباراة إن شاء الله بالتفصيل مع حضراتكم ونحاول نعيش كل أجواء في كل مكان وفي كل لحظة مع النادي الأهلي في مباراة وألهمة جدا في غني إن شاء الله يكون معنا النهاردة ضيف ونجم كبير جدا جدا مع شوق للجمهور الأهلوية هقول لك عليه بعد قليل معايا زميل محمد سعيد وأيضا النجم خالد العوضة يكونوا معايا إن شاء الله لتقطيع كل أخبار الألعاب الأخرى زي ما معودين حضراتكم على طول نروح لمحمد سعيد يرحب بحضراتكم ونرجع لحضراتكم على طول مساء الخير يا كابتن ميدو أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان بالفعل النهاردة ليلة استثنائية في برنامج الأهلي الليلة خلاص العد التنازلي للمباراة المصرية المباراة الهمة جدا مباراة حوريا كونكري الغيني مع النادي الأهلي في زهاب دور الربع النهائي لدور الأبطال الأفريقي هذه المباراة تدخل تحت عنوان أن الملك يستعد للقبض على الأميرة الأفريقية في بداية مشواره نحو الأدوار النهائية في هذه البطولة المصرية البطولة التي يسعى إليها جمهير الأهلي بشكل خاص في هذه الفترة من عمر فريق كرة القدم للعودة من جديد إلى الأمجاد القرية وتأهل من سمة إلى كأس العالم الأندية خلال الفترة القدم مباراة مهمة جدا يا كابتن ميدو مباراة صعبة جدا بعض الجماهير أو بعض النقاد أو بعض الفنيين ممكن يتكلموا عن سهولة هذه المباراة بما أنك بتلعب مع فريق إفريقي وكان في المركز الثاني لكن كل التفاصيل الفنية يا كابتن ميدو حول هذه المباراة وكل الأخبار الواردة من هناك حول هذا الفريق الغيني بطل الدوري خلال السنوات الأخيرة صاحب الأرقام التي جاءت في البطول الأفريقية بشكل مغير تماما لكل التوقعات فبالتالي بتؤكد على صعوبة هذه المباراة في ظل أيضا أن هناك لعبين دوليين في هذا الفريق شاركوا في كأس العالم الأخير خاصة حارس مرمى فريق حراكو نكري أو حارس سنغالي وشارك مع المنتخب السنغالي في كأس العالم فبالتالي من تأتي من أهمية هذه المباراة وضع ناصر دولية في هذا الفريق بالإضافة لذلك الأجواة والطقس والظروف المتعلقة بهذا الفريق وظروف الملعب اللي يواجه علي الأهلي بإذن الله المباراة المقررة إن شاء الله يوم الجمعة في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة كابتن ميدو أكيد يا محمد أنت دايما كده بتخوفنا قبل المباراة لكن أنا يعني بتفائل بيك وبتفائل بخوفك خوف يعني بقى فيه يعني شوية حرص وده طبيعي جدا لكن إن شاء الله أنت عارف أن نادل أهلي دايما أدهه قدود دايما نادل أهلي ولعبت ورجالة وعند حسن ظن الجميع في الزمان وفي المكان إن شاء الله يكونوا عند حسن ظن الجميع وإن شاء الله يرفعوا رأسنا كلنا كأهلوية لكن يا محمد إن شاء الله إن شاء الله بتفائل زي ما قلت لك أن أنت دايما كنت حتى مخوفني من ماتش مصر والنيجر لكسدناها 6-0 مع أجيري والناس قالت تجربة والمنتخب تغير والمنتخب تحول عايزين ما نحكمش بدري قوي على المنتخب منتخب النيجر كان منتخب على سعيد كان أعتقد أنه كان منتخب ضعيف فنيا وضعيف بدنيا يعني ولا إيه رأيك قل لي والله المفاجأة في مبارتة منتخبنا الوطني مع النيجر كانت منتخبنا مش منتخب النيجر يعني منتخب النيجر إحنا بصنا على الموضوع من ناحية أرقامه من ناحية أن الفريق ده كان في 2012 عمل يعني للأسف نتيجة إيجابية معنا وخرجنا من كاس الأمم بعدما تأهلنا ثلاث مرات وكسبنا البطولة ثلاث مرات متتالية لكن المفاجأة كانت بالنسبة لنا أداء منتخبنا الوطني والطريقة اللي أدى بيها منتخب مصر أمام منتخب النيجر وستة أهداف مجمل أهداف كانت كبيرة جدا ده اللي كان بالنسبة لنا مفاجئ وده اللي خلانا بعد كده نسأل تساؤلات كثيرة هل ده أداء المنتخب؟ طيب هل دي القماشة اللي ممكن تطلع بيها بنتاج إيجابية وبأهداف كثيرة؟ ولا هل الجهاز الصابق بالأداء الفني بالأداء التكتيكي هو اللي كان محجم اللعبة بالشكل ده؟ ولا منتخب النيجر ليس من المنتخبات الكبيرة في هذا التوقيت؟ وبالتالي مش هنحكم على هذه المباراة إن ده منتخبنا في التوقيت الحالي وده مستوى فبالتالي كل هذه التساؤلات بتخليك برضو لغاية اللحظة دي مش قادر تدي مقياس نهائي إذا كان المنتخب تحسن نتائجه أو الأداء مع خفير أجيرة هيكون أفضل من هيكتور كوبر بصراحة يعني حتى المجموعة يعني حتى مباراة بيتسوانا أو مباراة سوريا مباراة سوازيلاند في الجولة السلسة وجولة الرابعة في الشهر القادم برضو مش هديكم الخياس لأن مستوى الفني للمجموعة مش بالمستوى الكبير لكن على مباراة تونس تقدر بقى تحكم الشكل الفني لهذا المنتخب لكن مكسب مهمة كنت تنميده وأتمنى طبعا مزامة أنت بتتمنى وكنت تتمنى منذ سنتين أو ثلاث سنوات أن المنتخب يأدي أفضل من كده وكنت من أول الناس اللي بتتكلم أن الأداء الدفاعي أو أداء منتخب مصر محتاجي يكون أفضل من كده خلال الفترة القادمة لكن الحمد لله جاء مدرب بكسيكي نتمنى على إيده إن شاء الله نشوف منتخب مصر بأداء فني ممتع والجماهير القرى المصرية تستمتع بأداء المنتخب أكيد يا سعيد يعني هو ومش هنقارن أي حد بمصر مع كل الاحترام خلاص الراجل ميشي لكن أنا بصراحة كنت ضده من البداية من أول ما شفته لكن خفير أجيري أو أجيري عنده من المقاومات أنت ممكن تحكم عليه هو كشخصية زي ما احنا حكمنا على كالترون من أول مميسك نادل قالي كشخصية وقلنا أن قلبه جامد جدا لما جابكوا لبالي لو تفتكروا وأنا كنت بتكلم معاكم في الستوديو قلت أن الراجل جريء جدا أنه يجيب لعيب يحطه في المركز ده قلب دفاع في أول مباراة ليه مباراة مهمة جدا بعد إخفاقات أفريقية مباراة عايزين نكسبها فقلبه جامد شخصيته قوية ده اللي احنا شفناه مع كالترون لكن أجيري عمل حاجة أو أجيري عمل حاجة مهمة جدا عمل حاجة كنا بنتمنها وحاجة سهلة وبسيطة هو عرف الخصم بتاعك شكله إيه واللعب على كده عرف أنت إمكانياتك حتى لو كان لسه محفظ المنتخب الوطني كله ودي حاجة طبعا لكن معها طبعا هاني رمزي حاجة جميلة جدا وأكيد طبعا بخبراته الكبيرة قال له على أسرار كتير جدا في المنتخب لكن الراجل حرر الطرفين يعني إيه حرر الطرفين إدى أريحية للطرفين البكين الباك يمين والباك شمال بتاعنا خلاهم في نص الملعب يعني كنا بنبدأ الهجمة زي ما حضراتكم شفتوها تلاتة في نص ملعبنا منهم اتنين مساكين وبنزلهم إنني بيحضر معاهم والاتنين الأطراف البكين بتاعنا كانوا في نص ملعب الخصمة عشان يعملوا زيادة عددية وده اللي احنا كنا بنتمناه وحاجة بسيطة جدا 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 وحاجة يعني طاليك بجزء من منتخب مصر انت تلعب بشكل هجومي ما يبقاش عندك محمد صلاح وتريزيجي أو محمد صلاح وكان كهرباء أو محمد صلاح وكان مش عارف مين رمضان أيا كان مين أو محمد صلاح ومروان أيا كان مين اتنين والباقي التمن لعيبة عندك انت في نص ملعبك ده ما كانش ينفع خالص حتى لو كان بييجي عليك هجمات يا سيدي لكن هو عارف المنتخب الناجر منتخب ضعيف جدا ما احترمنا الكبير ليه فعشان كده لعب على المنتخب الناجر بضعفه سواء فنيا أو بدنيا ولعب على المنتخب المصري بكل ما يملك من أسلحة هجومية وإن كان الحالة الدفاعية أو التمركز الدفاعي بتاعنا عايز تزبط لسه وده إن شاء الله نتكلم فيه برضو مع نجملة لنستقبله بعد قليل لكن مدرب عنده فكر أكيد عنده فكر أنه غير بالطريقة بمنتهى السلاسة بمنتهى البساطة عمل زيادة عددية وعمل ضغط على قسمه عمل كمية أهداف كبيرة جدا يعني أعتقد احنا كنا استحالة نعملها مع هكتور كوبر حتى لو كنا بنلعب مين كنا استحالة نعملها لأن مستر هكتور كوبر كان دايما خايف دايما خايف ومصدر القلق أو الخوف للعيبة كنت تشوف المنتخب بيهاجم وفيه أربعة وقفين في نص ملعبنا كان عبدالشافي وفتحي وكان حجازي وجبر اللي كانوا موجودين فيه نص ملعبنا حتى لو أنت عند الجوة ما كانش ينفع خالص غير باستحياء يعني لكن في الأول وفي الآخر تجربة مفيدة جدا إن شاء الله ننتظر منتخب قوي إن شاء الله عايزين تغيير كنت بتمنى أن كان بقى فيه خطة ينزلها المدير الفني المصري المنتخب المصري جيري أو جيري للناس كلها مش الاتحاد الكرة بس أنا عايز أعمل واحد اتنين تلاتة اربعة عندي طموح واحد اتنين تلاتة اربعة عندي خطة سواء سنة أو سنتين أو تلاتة أي أن كان المدلات تولف هي المسؤولية ممكن الاتحاد الكرة يجدد لك إن شاء الله تعمل نجاحات لكن كان لازم بقى فيه حاجة واضحة للعموم إن هم يعرفوا يحكموا على المدير الفني هيبقى شكله إيه مع المنتخب عايز يعمل إيه مع المنتخب عايز يطور المنتخب إزاي مش عايزين كل مرة نمشي كده ونقول في الآخر أصلحنا وصلنا بيبقى وصول وهمي وأنا قلتلكو يا جماعة قبل كده قلتلكو وصلنا لأفريقيا ده حاجة طبيعية جدا أنت توصل نهاية أفريقيا وتلعب أفريقيا ده حاجة طبيعية جدا كنت بتعملها وانت ناعم في البيت وصلنا لكاس العالم كان صعب جدا لكن فيه فرق بين الوصول الوهمي والوصول الفعلي أنت وصلت وانت عملت بتتشاهد يعني نص مصر اللي جاله القلب واللي جاله اللي مش عارف إيه السكر واللي جاله واللي جاله عشان توصل كاس العالم كنت يعني بنكسب المطشط بطلوع الروح فعشان كده كان الوصول غير مقنع وكنا عارفين النتائج اللي هتحصل كانت بينة قوي مدلولها مع أننا كنا بنجيب مسؤولين كبار بيتكلموا وكانوا بيدفعوا عن الراجل لكن خلاص فترة وانتهت إن شاء الله يكون الجاي أحسن بكتير لكن لازم نعمل خطة ولازم نعمل شكل ولازم يبقى لينا شكل ومضمون نقولوا الناس كلها نعمل كذا وكذا في المنتخب ننزل بالأعمار هنلعب بكذا هنعمل كذا عندنا طموحات 1-2-3 عندنا ترجط 1-2-3 فلازم يكون الشكل والمضمون في حاجة واحدة حاجة كمان عايز أتكلم فيها دايما لما بنشوف الدوري المصري بتاعنا ونشوف الدوري الإنجليزي ونشوف الدوري الإيطالي بتحسوا أنت بتفرجوا على كائنات تانية أو دوريات تانية أو لعيبة تانية خالص مع أنه هو قلتلكوا برضو قبل كده إن إحنا اللعيبة بتتقسم من لغة نظري لثلاث فئة فئة بعيد خالص عن المنافسة اللي هو ميسيو كريستيانو وممكن تدخل مش هتدخل معهم حد وفئة تانية بتحط مثلا صلاح بتحط مش عارف نمار بتحط مش عارف الليها اللعيبة المميزة وفئة تالتة بتتساوي فيها كل اللعيبة ويختلف فيها المدرب بفكره ودوره وبيأثر فيها على اللعيب إزاي وبيخلي اللعيب إزاي بفكره وبطريقته اللي هيلعب بها عشان كده بتشوفه لعيبة وشكل تاني خالص زائد بقى عايزين تقارنه بين اللعب المصري واللعب الإنجليزي أو الدولة المصري والدولة الإنجليزي لازم عشان تقارن لازم تبقى الإمكانيات كلها متساوية يعني إيه إمكانيات كلها متساوية يعني يبقى عندنا نفس الملاعب نفس التصوير نفس التحكيم نفس الوسائل المتقدمة جدا في الرياضة نفس الإدارة نفس الفكر نفس الاحترافية نفس 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 بعد كده أحكم عشان تحكم صح لكن تحكم دلوقتي طبعا حكم استحالة يطلع فيه إنصاف للدول المصري دايما تلاقي الدول المصري متزيل أي حاجة لأن احنا عندنا الدنيا عايزة تتزبط وإن شاء الله تتزبط مع اتحاد الكورة والناس المسؤولة والناس اللي خايفة على اسم مصر بصفة عم لكن نحكم دلوقتي ونشوف فاصل اللعيب ده إزاي والدور الإنجليز إزاي مفيش أي مقاصر الحكم يا جماعة خلي الكفتين متساويتين وبعدين أحكم بقى على اللعيب هنا واللعيب هنا نبدأ إلا إحنا عندنا صلاح وكان عندنا نجوم كبيرة جدا جدا لو كانوا طلعوا احترفوا في الأجواء اللي موجودة دلوقتي كنت تلاقي أسماء تانية خالص نجوم في الأهلي كانوا في الزمالك في الإسماعيلي في أي مكان في المقاولين أي فرقة ما احترامي كل الفرقة طبعا أنا مش هذكر كل الفرقة لكن كان في نجوم كبيرة جدا ونجوم على مستوى النجوم اللي أنتوا بتشوفوها وبتسمعوها بالساسناء طبعا ميسي كريستيانو كان عندنا زواهر كان عندنا الكابتن محمود الخطيب كان عندنا الكابتن حسن شحاتة برضو دي كانت زواهر لكن الشكل العام والمناخ العام يعني يعني ربنا إن شاء الله يعني يعدي الأمور بإذن الله والناس تستفيق عندنا مبراء مهمة جدا عندنا فريق كبير جدا نادل آلي بشرفنا وبشرف مصر وبرفع اسم مصر في أي مكان دايما تفتخر وانت بتتكلم عن نادل آلي أي أن كان مين بتكلم عن نادل آلي لازم يتكلم هو بفتخر نادل آلي هو اللي بمثل مصر كلما تذكر مصر في أي مكان هتلاقي اسم الأهلي مرتبط باسم مصر أفريقيا محليا عربيا عالميا اسم الأهلي هو اللي دايما مسمع بر مصر وجوه مصر في أفريقيا وفي الوطن العربي وعالميا كمان عشان كده لما أي حد يتكلم عن نادل آلي لازم يعرف وبتكلم عن نادي فعلا نادي مشرف للجميع ومشرف للكرة المصرية والكرة العربية والكرة الأفريقية أيضا إن شاء الله نادل آلي يتخطى هذه العقبة محمد سعيد بإذن الله وإن شاء الله يكون خوفك وحرصك زي ما كنت خايف برضه عن مباراة مصر والناجر إن شاء الله يترجم بحاجة إيجابية نروح لأخبار الآلي مع محمد سعيد وأرجع لحضراتك عشان نستقبل ضفنة الكريم تفضل يا محمد كابتن ميدو إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة طيبة لفريق النادي الآلي خف صحي والخف ده دايما بنستقبله من الجهاز الفاني للنادي الآلي في أي مباراة وتعودنا على ده عشان تبقى واخد المباراة بجدية ودايما لو أنت بتتبع المباراة الأفريقية بتبقى شايف إن الملشاط دي لازم تحط لها اهتمام كبير جدا عشان تستعدلها بشكل جيد لكن يتبقى في هذه المسألة في مباراة الأهلي وحرية كونكري الغيني إن شاء الله بإذن الله خلال الساعات القادمة ننتظر أبنى من ندخل بقى باقي أخبارنا وتفاصيل هذه الحلقة ننتظر إن شاء الله خطاب رسمي خلال الساعات القادمة لتحديد ملعب مباراة الأهلي وحرية كونكري الغيني هنا في القاهرة بإذن الله في إياب دور الربع النهائي نعلم أن اليوم 12 ستمبر وموعد مباراة الإياب يوم 22 ستمبر إذن اليوم آخر مهلة لتحديد الملعب بشكل رسمي تبقى للائحة لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف طبعاً كانت فيه بيانات كثيرة وكانت فيه تصرحات عديدة في هذا الملف احتمالية أن المباراة تقام على برج العرب بنسبة حوالي 60% أو بنسبة 60 ألف من ساعة التذاكر في استاد برج العرب كل هذه الأمور ننتظر خلال الساعات القادمة في الظل أن خلاص منتخبنا الوطني قبل شهر من مباراة سوازيلاند تحدد بشكل رسم تبقى للائحة أيضاً أن مباراة سوازيلاند هتكون على استاد السلام إذن ننتظر هذا الخطاب وننتظر هذا التأكيد أن إن شاء الله مباراة الأهل تكون في القاهرة وتكون على ملعب السلام لأن خلاص المباراة الرسمية للأهل تبقى للخطابات اللي بعثها الأهل في بداية المسابقة استاد القاهرة استاد السلام استاد برج العرب إذن لا يوجد مكان آخر في هذه الملعب استاد القاهرة للظروف اللي احنا عرفينها على شهر نوفمبر على ما يعود للنشاط من جديد استاد برج العرب ونتيجة الساعة الرسمية وخطابات الاتحاد الأفريكي خلال الفترة الأخيرة عدم التزامه بالساعة الرسمية كما ذكرها الاتحاد الأفريكي في خطابه لاتحاد قرة القدم المصر وطلب بأقصى موعد يوم 2 ستمبر إرسال الخطاب النهائي لتحديد الملعب وبالتالي لم يرسل في هذا الملعب وبالتالي ننتظر خلال الساعات القادمة حسم هذا الملف حتى يستطيع أو حتى تستطيع إدارة النادي الأهلي طرح التزاكر وتجهيز هذا الملعب واستيبال الجماهير في هذه المباراة المصرية جدا لفريق النادي الأهلي وإن شاء الله تكون مباراة الزهاب خير عون لمباراة العودة بإذن الله بعدها بعشرة أيام من الأهلي يقدر يعود من كناكر إن شاء الله بنتيجة إيجابية طيب من أهم أخبارنا النهاردة في هذه الصهرة في برنامج الأهلي الليلة غدا بإذن الله اجتماع مهم جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لإعتماد الصورة النهائية لمشروع لائحة النظام الأساسي بعد العديد من ورش العمل والندوات والجلسات الودية التي كانت لمجلس إدارة النادي الأهلي مع أعضاء النادي الأهلي في مقر الجزيرة وفرع مدينة ناصر وفرع الشيخ زايد كانت هناك أكثر من سلاسة آلاف مقترح من أعضاء الجمعية المهمية نتيجة هذا الحوار المجتمعي والحراك المجتمعي اللي احنا شفناه في مقر الجزيرة وفي فرع النادي بمدينة ناصر والشيخ زايد الكل كان بيشارك بشكل إيجابي لدرجة أن أكثر من 3000 مقترح وصلت في النهاية أن تم اعتماد تعديل 31 بند بعد مراجعتها من الناحية القانونية مع لجنة الصياغة إذن أكثر من 31 بند تم تعديله بعد هذه الاقتراعات ولجنة الصياغة خلال هذه الأيام وخلال هذه الساعات وإحنا بنتحدث معكم على الهواء مباشرة ما زالت اجتماعاتها مستمرة لإنجاز هذه اللائحة بشكل رسمي قبل اعتماد مجلس الإدارة لها غدا بإذن الله في اجتماع من المقرر بإذن الله أن يعقد فيه مساء الغد بعد جلسة ممتدة منذ يوم الأسنين الماضي والتي ناقشت هذا الأمر بشكل رسمي طبعا عارفين أن الصيغة النهية بإذن الله يتم عرضها على مجلس الإدارة في الاجتماع لاعتماد هذا الموضوع لطرحه على أعضاء الأهلي قبل ثمانات أيام من إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على لائحة النظام الأساسي بإذن الله يوم 28 ستمبر الجاري إن شاء الله العد التنازلي لهذا الاجتماع الهام جدا للجمعية العمومية غير العادية في مقر النادي الأهلي بالجزيرة بإذن الله يوم 28 ستمبر لكن كابتن ميدو كانت فيه رسائل مهمة جدا من الكابتن محمود الخطيب لأعضاء الجماعية العمومية للنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية خمسة رسائل كابتن ميدو الرسالة الأولى تفضل أكيد يا محمد أنت عارف كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دايما بدي في أي كلام بيقولوا رسائل كده بين السطور لكن هو كان الرسائل بصراحة كانت وطعة للجميع أهم هذه الرسائل أو خمس رسائل قوية جدا أعلنها كابتن محمود الخطيب قبل إنعقاد الجمعية غير العادية أول رسالة أكد عليها كابتن محمود الخطيب إن كل الأعضاء الجماعية العمومية مشاركين في صناعة هذه اللائحة وده كان بيأكد عليه دايما الكابتن محمود الخطيب قال بالنص إن صناعة مشروع اللائحة تعظيما لدورها وحقها في صياغة دستورها هم أعضاء الجماعية العمومية مؤكدا أن عضو الجماعية العمومية هو العنصر الأساسي في إعداد وصياغة مشروع اللائحة وأن أعضاء وجماهير الأهلي أعضاء وجماهير الأهلي هم رأس ماله الحقيقي كلام محترم جدا وكلام يعني يتوزن بالدهب من الكابتن محمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب في رسالته التانية قال أن جميع أعضاء النادي سواء بمكر الجزيرة أو فراعي منية نصر والشيخ زايد يعاملون معاملة واحدة باعتبارهم جميعا ينتمون لعائلة النادي الأهلي رفضا أي تفرق وأن الكل سواسية داخل أسرة النادي الأهلي وأوضح أن أوديء الرسالة الثالثة أن الجماعية العمومية لا توجد مثلها في أي نادي آخر تاني الرسالة الثالثة اللي قالها كابتن محمود الخطيب أن الجماعية العمومية للنادي الأهلي لا توجد مثلها في أي نادي آخر نظرا لوعيهم وخوفهم على مستقبل ناديهم وحرصا أو حرصهم على الحفاظ على تاريخه وقيمه ومن بدءه واثقا من حضور أعضاء الجماعية العمومية بكسافة يوم 28 من سبتمبر إن شاء الله للتأكيد على أنها أكبر جماعية عمومية حضورا وحرصا على مصلحة ناديهم في كل وقت رسائل مهمة جدا 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 بيقولها كابتن محمود الخطيب الرسالة الرابعة هي تأكيد حرص مجلس الإدارة منذ اليوم الأول لطرح مشروع اللائحة على إقامة حوار مجتمعي شامل حتى يشارك الجميع في صناعة دستور النادي الأهلي ورسم مستقبله من خلال تلقق مقترحات الأعضاء واللجانة التي تم تدشنها وأيضا ورش العمل في شتى المجالات التي قدمت العديد من المقترحات لللجنة المركزية دي كانت الرسالة الرابعة الرسالة الخامسة والأخيرة كابتن محمود الخطيب قال أن هناك خطة شاملة لتطوير الفروع السلاسة للنادي الأهلي تبقى لأفضل المقاييس التكنولوجية وتنفيذا أيضا بالفرعة الرابعة أو تنفيذها بالفرعة الرابعة بالتجمع الخامس إن شاء الله وأن هذه الخطة التي تم اعتمادها من مجلس الإدارة سيتم تفعيلها بعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم 28 من الشهر الجاري بإذن الله للتصويت على مشروع اللائحة دي كانت خمس رسائل قوية جدا قالهم الكابتن محمود الخطيب نروح لنادي الأهلي أو باترس كالترون مرة تانية باترس كالترون النهاردة عمل حوار مع صحيفة فرانس فوتبول صحيفة كبيرة جدا أكيد حضراتكم كلكم تعرفوها باترس كالترون عبر الهاتف وكان ده انفراد لقناة النادي الأهلي مع الزميل أحمد شهاب قبل ما أي حد يعني ياخد أحمد شهاب بصراحة حاجة جميلة جدا خد الحوار من الصحفي لمجلة فرانس فوتبول وهنقول لحضراتكم بالزبط أو تفاصيله أو أبرز مخيل من باترس كالترون باترس كالترون قال إنه هو متحدثا عن حصوص فريق النادي الأهلي مع حرية كوناكري قال إنه واسق جدا من فوز فريق النادي الأهلي بنتيجة إيجابية في مبارات الزهاب حاجة جميلة جدا لما يكون مدير فني بتاعك واسق من الفوز وبيصدر لك الثقة أنت كمشجع وكمان كلعيبة نادي أهلي قال إن تسهيل لقاء العودة لازم ولابد من الفوز في لقاء الزهاب إن شاء الله لتحقيق حلم الجماهير الأهلوية بحصد اللقب الأفريقي للمرة التسعى في تاريخ نادي القرن أضاف المدرب الفرنسي أن مسؤوله النادي الأهلي وفروا أفضل ظروف للسفر والراحة للعبين خلال رحلة غنية خوفا من تعرضهم للإيجاد والتعب وذلك من أجل خروج من اللقاء بنتيجة إيجابية أو بأفضل ما يكون مؤكدا أنه يحترم الفريق المنافس ويدرك أن لديه حافظ مماثل في خطف بطاقة العبور لنصف نهائي دوري الأبطال أكيد حاجة مشروعة جدا باترس كالتيرون قال كمان إنه هادي جدا قبل هذا اللقاء ويعرف قدرات فريق حرية الغيني جيدا وكل نقاط القوة والضعف من خلال مشاهدة شرائط الفيديو لهذا الفريق كمان أبدأ استياءه من الثلاث أهداف أو الثلاث أهداف اللي دخلوا مرماه في لقاء كامبالا سيتي أو كامبالا سيتي الأغندي في الجولة الأخيرة عارف كل حاجة وإن شاء الله يكون على حسن ظن أو على حسن ظن الجماهير الأهلوية هقول لكم كل هذا الحوار بعد هذا الفاصل